بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين قراءات اليوم الحادي عشر من شهر برامودة نياحة القديس الأنبى يوحنى أسق في غزة نياحة القديسة ثئو دورة تقرأ الفصول اليوم الثلاثين من شهر طوبة وهي مرتبة على شهادة العذارة القديسات بستيس وهلبيس وأغابي وأمهن صوفية إنجيل عشية قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس بسمة البشير التلميذ الطاهر بَرَكَتُهُ بَرَكَتُهُ عَلَيْنَا أَمِينَ تُبَادِرُ الْرُؤَسَاءُ إِلَى كُلِّ الْمُرَتِّلِينَ في وسط صبايا ضاربات بالدفوف في الكنائس بارك الله وَالْرَبَّ مِنْ يَنَبِيعِ إِسْرَائِيلِ هَلِّيَّ يَيْلُوا يَا مُبَارَكَ أَلْأَاتِ بِاسْمِ الرَّابِ ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبراص جاءت إليهم رأة معها قرورة طيب كثير الثمان فسكبته على رأسه وهو متكئ فلما رأى تلاميذه ذلك تقمقموا قائلين لماذا كان هذا الإتلاف لأنه كان يمكن أن يباع هذا بكثير ويعطى للفقراء فعل ما يسوع وقال لهم لماذا تتعبون المرأة فإنها قد عملت بي عملا حسنا لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين لأن هذه قد سكبت هذا الطيب على جسدي لتكفيني الحق أقول لكم حيث ما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه المرأة تذكارا لها اشتركوا في القناة هداء آئماء إنجيل باكر قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فاصلوا من بشارتي معلمنا القديس يوحن البشير التلميذ الطاهر بركته على جميع إعين مما زمير يا بينا داود النبي بركته علينا أمين من أفواه الأطفال والرضعان لأني هيئت صبحا لأني أرى السماوات أعمال أصابعك القمر والنجوم أنت أساستها أمين 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 قالت له المرأة يا سيدي أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي يا إلهنا لأستقي قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا أجابت المرأة وقالت ليس لي زوج قال لها يسوع حسنا قلت ليس لي زوج لأنه كان لك خمسة أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك هذا قلتي بالصدق قالت له المرأة يا سيدي أرى أنك نبي أباؤنا سجدوا على هذا الجبل وأنتم تقولون إن موضع السجود في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه قال لها يسوع يا أمرأة صدقيني أنه تأتي ساعة حتى أنه لا في هذا الجبل ولا في أورشليم يسجدوا للآب أنتم تسجدون للذي لا تعرفونا أما نحن فنسجدوا للذي نعرفوه لأن الخلاصة هو من اليهود ولكن ستأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحاق لأن الآب يطلبوا مثل هؤلاء الذين يسجدون له الله روح هو والذين يسجدون له يجب أن يسجدوا بالروح والحاق آآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وبر وحق مختبرين ما هو مرضي عند الرب ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها لأن الأمور التي يفعلونها سرة ذكرها أيضا من العار ولكن كل ما يوبخه النور يعلن لأن كل ما أظهر فهو نور من أجل هذا يقول قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيئ لك المسيح فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة من أجل هذا لا تكونوا أغبياء بل افهموا ما هي إرادة الرب ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة بل كونوا كاملين بالروح مكلمين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وتراتيل روحية مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح نعمة الله الآب فالتحل على أرواحنا آمين الكاثل كون فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس بطرس الرسول بركته علينا آمين لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات أيضا على الله يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي التي صرتن لها أولاد صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكرين معهن علمين أن النساء آنية ضعيفة معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأي نوع لكي لا تعاقى صلواتكم والنهاية كونوا جميعا برأي واحد وكونوا مشتركين في الآلام وكونوا محبين الإخوة رحومين متواضعين غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ألا تتكلما بالمكر وليحد عن الشر ويصنع الخير وليطلب السلام ويجد في أثره لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبتهم وأما وجه الرب ضد فاعلي الشر فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذا كنتم غيرين على الخير ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تطريبوا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته معه وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين البركسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم علينا آمين ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة وأما أولئك فرجعوا إلى خاصتهم وأما نحن فأقلعنا منصور وأقبلنا إلى بتول بايس عكا فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية فدخلنا بيته في لبوس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده وكان لهذا أربع بنات عذارة كنا يتنبأن وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس فجاء إلينا وأخذ منطقة بولوس وربط يدي نفسه ورجليه وقال هذا ما يقوله الروح القدس إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أرشالين ويسلمونه إلى أيدي الأمم فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أرشالين حينئذ أجاب بولوس وقال ماذا تفعلون تبكون وتحزنون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أرشالين لأجلس من رب يسوع ولما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن إرادة الرب لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة آمين إنجيل القداس قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع إعينه من مزمير يبينا داود النبي بركته علينا أمين يدخلنا للملك عذار في إثرها جميع صاحباتها له يقدم يدخل لهن بفرح وابتهاج يدخل لهن إلى هيكل الملئك يدخل ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارة أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس وكان خمس منهن جاهلات وخمس حكيمات أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتان وأما الحكيمات فأخذنا زيتان في آنيتهن مع مصابيحهن وإذ أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونم ففي منتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبال فقمنا وخرجنا للقائه حينئذ قامت جميع أولئك العذارة وزينا مصابيحهن فقالت الجاهلات للحكيمات أعطيننا من زيتكن فإنما صابيحنا تنطفي فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكن فالأحرى أم تذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكون فلما ذهبنا ليبتعن جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب وأخيرا جاءت بقية العذار قائلات ربنا ربنا افتح لنا فأجاب وقال الحق أقول لكم إني لا أعرفكم فاسهروا إذا لأمكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة والمجد لله داء آآ 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 آ� ترجمة نانسي قنقر